أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أن اعتزاز جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتثمين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس المزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعا لمواصلة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد جاء ذلك لدى تفضل سعادة وزير المواصلات والاتصالات اليوم بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية المشاركين في الجهود الوطنية للتصدي للفيروس من منتسبي الوزارة وشركة مطار البحرين وهيئة تنظيم الاتصالات إنفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية في ذن لتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المقر اتشرفت اليوم أن أنا اليوم أسلم وسام الأمير سلمان الاستحقاق الطبي حق مجموعة من موظفين وزارة المناصرات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات وشركة مطار البحرين اللي قاموا خلال السنتين اللي راحوا بأداء جداً كبير خدمتنا البحرين المواطنين ومقيمين في المملكة البحرين في صد لجاحة كورونا 19 اليوم بينا لهم تغرير القيادة الرشيدة وتغرير المسؤولين كلهم لعملهم خلال الفت اللي راحت اللي ما في شك لو لا تعاوننا جميعاً في فريق البحرين لما قدرنا أن نحن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة ولكن البحرين دائماً قادرة لتجاوز التحديات طبعاً كل فخر بأني أكرم اليوم بمناسبة حصولي على وسام الأمير السلمان الطبي أشكر جلالة الملك شكر الجزيل والشكر كلها للزملاء اللي اشتغلوا إيانا في هذه الجائحة ونتمنى إن شاء الله الله يعدي البلد هذا الوباء إن شاء الله ونكون بصحة وسلامة والله أنا وايد مستانسة وأحب أشكر حكومتنا الرشيدة على هاي الفرصة لخدمة وطننا الغالي وأنا وايد فخورة أني كنت جزء من فريق البحرين تكرم والله شيء لا يوصف صراحة في المقام الأول نشكر جلالة المالك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ونشكر رئيس وزراء وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد الخليفة على تكريمنا وما قصروا صراحة وأن جميع الزملاء في الفريق في فريق البحرين والله الحمد يعني من بداية الأزمة اشتغلنا كلنا كفريق واحد شركة مطار البحرين والشركاء الموجودين في أننا نتصدى لها من أول حالة تم اكتشافها في البحرين تمت الترتيبات قبل انتشارها في مملكة البحرين والله الحمد اشتغلنا على عمل خطة متكاملة وليل يوم نحن ماشينا على الخطة نحن نحافظ على قد ما نقدر الفيروس من الانتشار من داخل من منفذ مطار البحرين هذه الوسام أصلا شرف لنا ومو بس حقنا حق كل الأشخاص اللي اشتغلوا في خنجول الخفاء اللي نعتبرهم أهما اللي يستحقون أيضا الوسام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر